اشتركوا في القناة وخلالها على المواقع الأثرية ودور العبادة والحياة الاجتماعية والاقتصادية في السوق إضافة إلى الأسواق الفرعية مثل السوق الحددين والأقمشة والطواويش وكان القحطاني انطلق في رحلته قبل نحو عشرة أيام من الكويت حيث قطع المسافة من محافظة الخفجي إلى أبرج الكويت في زمن قياسي لينتقل بعدها إلى البحرين وأشر القحطاني إلى أن محطته القادمة بعد البحرين ستكون دولة قطر ثم يتبعها إلى بقية دول مجلس التعاون وذلك لتركيب صامة للأجيال المقبلة بأننا أمة واحدة ومصيرنا واحد وأوضح أن رحلته برعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعودية وأنها تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وينحدر الرحالة ناصر القحطاني من محافظة عسير في المملكة العربية السعودية الشقيقة وهو حائز على وسام عاصفة الصحراء اشتركوا في القناة